تقولي أنا أحلم وأنا مستيقظة يعني أنت صاحية فأحلام اليقظة طبعاً فيه ناس يقولك أنها مفيدة إيش اسمها استغفى الله عظيم يا خير طاح نصلك الكلام مفيدة للعقل الإنسان كتخيل كراحة نفسية كتحديد أخداف وخطط ولكن زيادة الشيء هذا قد تضرك أما أنك ما أنام قبل ما أنام أقرأ القرآن فأرى أحلام هس الأحلام التي تجي بعد قرآن وأنتي نائمة هي أحلام خير وفرج ولكن الأحلام التي تأتيك وأنتي مستيقظة هاي المفوضة يتعامل معها بجدية لا تكون زيادة عن الحد ولا تكون أقل كل شيء يزيد عن حد يقلب غده